السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في آخر المواقف السياسية تصريح للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اللي قال بأنه بشي تم إصدار قرارات مهمة نهار عشرين مارس بخصوص شركة الاتحاد الأوروبي مع تونس على ضوء التطورات الأخيرة اليوم نطق رسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال بأنه الاتحاد الأوروبي يستعد لإصدار قرارات مهمة جدا بتكون يوم عشرين مارس بخصوص شركة بين الاتحاد الأوروبي وبين تونس على ضوء التطورات الأخيرة على خلفية المذكرة اللي صوت عريها البرلمان الأوروبي اليوم اللي انتقد فيها النزعة السلطوية بين ظفرين كما أعتبرها المتحدث هذية النزعة السلطوية لدى الرئيس قيس سعيد قال أنه هناك بعض القرارات المهمة المتعلقة بالشركة مع الاتحاد الأوروبي في ظل هذه التطورات وقد عبرنا عن قلقنا وشددنا على ضرورة أن تلتزم تونس بحقوق الإنسان والحرية لاستكمال هذه الفترة الانتقالية بنجاح قال زيدا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال في تصريحاته القناة فرانس 24 عبر على انشغال الاتحاد الأوروبي بخصوص الإيقافات الأخيرة التي طالت تحفيين وسياسيين وممثلين عن المجتمع المدني في تونس وأشاري لأنه بشتم أيضا النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الشعر قال أيضا المتحدث وأعرب على انتقاد البرلمان الأوروبي لما أسمى النزعة السلطوية لدى الرئيس قيس سعيد ولكنه يؤكد على دعمه لمطلب تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وحرصه على مساعدة تونس في مرحلتها الانتقالية في انتظار تطمينة من الحكومة التونسية فيما يخص حمايتها للحقوق والحرية مع المطالبة بإطلاق صراح صحفين معتقلين فورا وقال هناك قلق داخل الاتحاد الأوروبي عبر عنها المفوض الأوروبي المسؤول عن العدالة حسب تعبيره بناء على هذا التصريح وبيان البرلمان الأوروبي كتلت لينتصر الشعب في البرلمان التونسي ردت على هذا البيان ودعت زادهية البرلمان التونسي إلى عقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيدة تونس وحرية قرارها واعتبرت الكتلة أن معركة السيدة هي جوهر معارك التحرر الوطني وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي ونواب المنتخبين عبروا عن هذه المبادرة في بيان ليهم اليوم عبروا على رفضهم القطعي للقرار اللي صدق عليه البرلمان الأوروبي واعتبروه تدخل السيفر في شؤون تونس أداخلية وشدد نواب لينتصر الشعب تمسكهم بحرية التعبير والتنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقوئ بالأجنبي وإيمانهم بقرنة البراءة واثقتهم في استقلالية القضاء التونسي وأكدوا أن تكريس السيدة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية من أولويتهم في المرحلة المقبلة باعتبارها أساس إقامة الديمقراطية سليمة وتغيير منويل التنمية الاقتصادي خدمة لكل التونسيين هذا البيان في مجمله أبرز النقاط اللي أحكي عليهم جي بعد مصادقة البرلمان الأوروبي البارح على قرار حول الوضع الداخلي لتونس واللي عبر فيه على انتغاله بما وصفه بالمنحة الاستبدادي لرئيس الجمهورية وتوظيفه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكالثي في تونس للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي التاريخي في البلاد ودعاء إلى وضحت لما قال إنها ممارسات قمع تستهدف المجتمع المدني حسب تعبيره نلقى وزيدة آخر الأخبار الأخرى اللي تمت في الساعة الماضية قرار أعفاء هيفم مسعود معتمد جبس الغربية من مهامه هذا تم البارح والمعتمد اللي تم أعفاءه تم تعيينه نهار واحد أكتوبر 2019 البارح تم انهاء مهامه أو تم أعفاءه خبر آخر في تطوين وبناء على شكوى تقدمت بها المندوبية الجهوية للتربية بتطوين إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية حول وجود شبهة تدليس في ملف يخص مقاولات اتعاهدة فرقة الشرطة العدلية في منطقة الأمن الوطني بالجهة بالموضوع حيث وتم استنطاق ثمانية مقاولين وإحالتهم على إدارة الشرطة العدلية بتونس لاستكمال الأبحاث اتمكنت الفرقة أثناء الأبحاث من الكشف عن شبكة تدليس وفسد مالي وإداري على المستوى الوطني وتم إيقاف واحد من عناصرها بولاية الكيف إثر إدراجه بالتفتيش من ترف فرقة الشرطة العدلية بتطوين حسب ما نقلت إذاعة موزايك نلقا خبر آخر بصدور حكم بيئة سجن مدى الحياة لثلاثة شبان يروجون مدى سينما بالعلب الليلية الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدى الحياة في حق ثلاثة شبان متهمين بالانخراط في شبكة دولية لترويج سموم مختلفة ومواد يعني تسلب العقل بين نوادي والعلب الليلية بعد تهريبها من تركيا إلى تونس وأطوار ملف القضية هذه توفيد بأن الوحدة الأمنية تمكنت في شهر جواء من العام الماضي تمكنت من تفكيك شبكة دولية انخرط عناصرها في جلب هذه الموت من تركيا عبر مطار تونس قرتاش أدولي وذلك بإخفائها داخل كابسولات ووضعها داخل أمعائهم وتم إيقاف ثلاثة شبان اعترفوا بترويج هذه السموم بين العلب والنوادي الليلية بين جمرت وحين نصر من ولاية أريانا حسب ما أكدت إذاعة موزيكة فهم